السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنشتغل مع بعض ريد هات لينكس ادمنستراشن وان كورس. بالنسبة للمحاضرة التعريفية الخاصة بالكورس معكم دكتور مهندس جمال دين ابراهيم سليم. ان شاء الله هنشتغل مع بعض المحاضرة وهنبدأ نتعرف عن الكورس كونتينتس وكورس اوبر فيو والاوت كامز الخاصة بالكورس والنظام اللي هنمشى عليه ان شاء الله طوال الترن بالاخص السيليبوس بتاع الكورس والمحتوى والجدول الزمني الخاص بالكورس وطوال الترن بازن الله. في البداية بالنسبة لكورس اوبر فيو اه في البداية الكورس الخاص باللينكس من الكورسز المهمة جدا في مجال السايبر سيكوريتي ومجال الادمستريشن عموما. ومهم جدا نبقى آآ كستيودينت آآ هندرس كورسز خاصة بالسايبر سيكوريتي. مهم جدا اللي احنا نبقى وير باللينكس اوبريدينج سيستم. فالكورس اللي احنا بنعرفه حاليا هو ريد هات سيستم وان الكود الخاص به ار اتش مية اربعة وعشرين في آآ فريد هات. آآ الكورس ده مخصص للمهندسين او الاي تي او الاي تي او الاي تي آآ انجينيرز عموما اللي ما عندهمش خلفية قبل كده على لينكس سيستم فده مخصص للطلبة او للناس المختصة بمجال الاي تي ما عندهمش اي قبل كده او اي معارفة سابقة لمجال اللينكس عموما. والكورس القادمة هنبدأ ناخد عن الكورس اللي احنا فيه بس ده ان شاء الله هيبقى بيزيكس وفي اه اساسيات الخاصة بالتعامل مع الوبريدينج سيستم لينكس. الكورس هيبني برضو عندنا خاصة هيبقى عموما الكورس هيبتدي معانا فرو موسكرش او زيرو ليفل حتى المستوى اللي جعاننا ونقدر نكمل من بعده ان شاء الله الكورس المختلفة الخاصة بريد هات سريعا كده هو عبارة عن ايه الكورس هو كورس ادمنستريشن معناه اللي احنا بنبدأ نتعامل مع اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل وبالاخص توزيعة مشهورة جدا ريد هات انتربرايز ليونيكس اللي احنا هنبدأ ان شاء الله ندي عنها تفاصيل اكتر من المحاضرة اللي جاية محاضرة رقم واحد بازن الله هنبدأ ندي تفاصيل عنها اكتر وندي نبدأ نتكلم ايه هو اللينيكس ايه هو الوبريتنج سيستم ليونيكس وهو عبارة عن ايه نشقته ايه عبارة عن ايه بالضبط وايه الفروقاتنا بينه هو والويندوز وتفاصيل الجزئية دي هتبدأ باذن الله من المحاضرة القادمة ان شاء الله بالنسبة للكورس كونتينت او كورس كونتينت سامري في البداية هندي انتروداكشن عن اللينيكس وريد هات انتربرايز ليونيكس بالاخص توزيع المشهورة ريد هات انتربرايز ليونيكس بعد كده ران كومانز اند فيو شيل انبارمينتز ودي من المواضيع المهمة جدا ازاي نرن بيزك كومانز ازاي نتعامل مع الشيل ازاي نتعامل مع الشيل انفيرومنت وشيل فاريابلز ازاي نبدأ نتعامل مع وبالاخص الباش شيل بعد كده من المواضيع المهمة جدا في الكورس بتاعنا اللي هو ازاي نتعامل مع تيكست فايلز بالاخص ازاي نقدت ازاي نفيو ازاي نتعامل نسكير الفايلز بتاعتنا بالاخص الجزئية بتاعت الخاصة بالبرميشنز دي من المواضيع المهمة جدا دي اللي هتناولها مع بعض في الكورس ان شاء الله المواضيع دي مهمة جدا وبالاخص جزئية اليوزر ادنستريشن والجروب ادنستريشن ازاي اللي احنا نبدأ نتعامل مع اليوزرز نكاريت يوزر جديد نعمل كريشن لنيو يوزر ازاي نموديفاي السيتنجز الخاصة بيوزر موجود بالفعل ازاي نمانج الباسورد اتجينج الخاصة باليوزرز عندي سيكوريتي وايز مهم جدا اللي احنا نتعامل مع الجزئية دي وبالاخص ان اليوزرز والبريفليجز الخاصة باليوزرز بتؤثر على الهاردنينج او السيكوريتي عموما الخاصة بالاوبريدينج سيستيم اللي احنا شغلين عليه بالاخص اللينوكس اوبريدينج سيستيم بعد كده الكنترول اند مونيتور سيستيم دي سيرفزز ودي من المواضيع المهمة جدا اللي احنا نتكلم عليها ازاي نتعامل وبالاخص البيزيك تاسكس ازاي نمانج السيرفز اللي على اللينوكس سيستيم ازاي نستارت نستوب ازاي نتربل شوت لو في سيرفز فيها مشكلة فده هنبدأ نتعامل وبالاخص ديمون مشهور قوي اسمه سيستيم دي وده هو اللي مسؤول عن السيستيم سيرفزز عموما اللي موجودة عندي في اللينوكس وبالاخص طبعا من الاول لينوكس ريد هات انتربرايز لينوكس سيستيم دي هي اللي مسؤول عن الجزئية دي في سيفن وفي ايت وفي ناين زي ما احنا هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله دي من المواضيع المهمة جدا اللي احنا ازاي نكونفجر الريموت اكسس ازاي اللي احنا نسيكيور الريموت اكسس وبالاخص لو احنا بننمانيج السيرفر عندنا اللينوكس سيرفر عندنا احنا بنعمله مانيج ريموتلي فمهم جدا اللي احنا نسيكيور السيشن بتوين الكلاينت الكلاينت for example اللابتوب بتاعنا او البي سي اللي احنا بنأكسس من خلاله على السيرفر فده مهم جدا اللي احنا نتعامل مع الجزئية دي ازاي نسيكيور السيشن ما بين الكلاينت واللينوكس سيرفر configure network interfaces and settings هذه الموضوع المهمة جدا برضو زي نن configure network زي نغير في network settings الIP configurations زي نن assign how to assign IP address, gateway, net mask and we can configure these interfaces manually or automatically and so on then how to manage software using DNF زي نتعامل مع البرامج المختلفة ودي من ال daily tasks المشهورة جدا زي ن install او ن upgrade او اللي احنا نعمل remove لأي package عندنا موجودة عندي في السيستم باستخدام كذا طول من اشهرهم ال RBM او ال YUM او DNF حديثا من اول Red Hat Enterprise Linux التول الجديدة اللي اسمها DNF دي مشهورة جدا ودي اللي احنا بإذن الله هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر في الكورسز بتاعتنا ان شاء الله بداية من الكورس admin 1 بعد كده هنبدأ ناخد عنه ان شاء الله تفاصيل اكتر في admin 2 بعد كده administration series ان شاء الله هنبدأ نعلى في الليفل بتاع التوبيكس الخاصة بالlinux administration من اهم الخاصة بالlinux administration اللي احنا ازاي اللي احنا ما يكونش عندنا خالص اللي احنا المفترض ان الاشخاص او بالفعل اللي هيتعاملوا ان شاء الله على الكورس او هينفزوا يذاكروا الكورس مع بعض هيبتدوا اللي هما من zero level لغاية ما يوصلوا اللي هما يبقوا linux administrators اللي هما يوصلوا اللي هما يتعاملوا مع ال command line بالاخص ال command line concepts وال enterprise level tools ودي من من التولز المهمة جدا وبالاخص اللي احنا نتعامل من اهم الobjectives الخاصة بالكورس linux administration system 1 مهم جدا اللي احنا نبدأ نتعامل مع ال command line concepts ليه علشان احنا معظم شغلنا قبل كده شغلنا السابق معظمه على graphical user interface اما عندنا في linux اهم التولز اللي هم يتعامل من خلالها هي command line interface فبالتالي دي من الاحد objectives الخاصة بالكورس ودي من outcomes اللي احنا نخرج عندنا حد او انجينير يقدر يتعامل مع command line بشكل كويس جدا بحيث اللي هو بعد كده لو في اي طول محتاج يشتغل عليها command line يقدر يشتغل عليها وقدر يتربل شوت التولز المختلفة الخاصة بال command line interface ودي برضو من احد الاوتكمز الخاصة بالكورس بتاعنا ان شاء الله بالنسبة بريكوزيت فور زيس كورس اولا basic technical user skills with computer applications on some operating systems are expected محتاجين اولا الكورس ل zero level experience ولكن احنا محتاجينه background basics or network basics and IT knowledge اوكي فقط احنا محتاجين ان الاتنديز يكون عندهم خلفية ولو بسيطة عن network network configurations والbasics الخاصة بالnetworking زي التعامل مع IP version 4 for example what is the meaning of TCP UDP protocols and so on what is the meaning of DHCP what is the meaning of DNS these basics are mandatory or prerequisites لو في اي موضوع موضوع غير واضح او ما عندناش الفيزيكس الخاصة به ممكن في حلقات النقاش ان شاء الله نتناقش فيه ممكن نبقى نعمل review على المواضيع اللي الناس مش اوير بيها او ممكن نعيدها ان شاء الله نعيد شرحها ولكن اللي احنا محتاجينه فقط هو التعامل مع الجهاز الكمبيوتر in general تمام وبعد كده بإذن الله هنبدأ نبني على background اللي عندنا ان شاء الله ازاي نتعامل بقى مع command line وازاي نتعامل مع linux operating system فاللي احنا محتاجينه فقط هو التعامل مع جهاز الكمبيوتر in general وبعد كده بإذن الله هنبدأ from scratch or from zero level هنبدأ نتعامل ان شاء الله ونبني الbasics عندنا في الكورس الاولاني وبعد كده ان شاء الله السمستر القادم هنبدأ ان يبقى admin one هو prerequisite للسمستر القادم وهكذا بعد ما نخلص سمستر two هنبدأ نبني عليه برضو admin three وهكذا فلذلك الكورس الاولاني خالص هو basics فمحتاجين فقط هو التعامل مع الكمبيوتر فقط فلذلك يعني محتاجين review فقط على ال network basics اللي احنا هنحتاجها في الكورس عندنا ان شاء الله بالنسبة لتعريف بسيط انا ان شاء الله هنشتغل معاكم انا دكتور مهندس جمال الدين ابراهيم سليم البوزيشن الحالي انا شغال حاليا مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات كميوتر ساينس اند انجينيرين دبارتمينت كلية الهندسة الالكترونية جامعة المنوفية ومحاضر في تراك سايبر سيكوريتي قسم الميع الذكية وايضا بالنسبة انا حاصل على دكتوراه في مالي في سيكوريتي الخاصة جامعة المنوفية كلية الهندسة الالكترونية وايضا ماجستير في نفس الجامعة جامعة المنوفية وبكاليريوس الهندسة وايضا حاصل على في وال ايضا مرفقين بال ان شاء الله بيزنى اتواصل بعد كده من خلال الاميل خاص بالجامعة بالنسبة للمخطط الاسابيع الدراسية الخاصة بالسمستر احنا شغالين فيه ان شاء الله هيبقى عندنا الخطة بتاعتنا هيبقى عبارة عن 13 اسبوع بداية من الاسبوع الاول وهو بدايته 36 6 3 6 23 هي هيحتوي كل اسبوع على محاضرة محاضرة واختبار قصير زائد حلقة نقاش المحاضرة بالفعل اللي احنا شغالين فيها حالية هي محاضرة توجيهية تمام؟ هي محاضرة توجيهية او محاضرة تعرفية بالكورس وهيتم حلقة نقاش في اخر الاسبوع وهكذا الاسبوع التاني هيبقى برضو في محاضرة ان شاء الله واختبار قصير وبلس حلقة نقاش والاسبوع التالت واجازة عيد الاضحى المبارك ان شاء الله ويبعدين الاسبوع الرابع الاسبوع الخامس وهكذا حتى الاسبوع رقم 11 الاسبوع رقم 12 هيبقى حلقة نقاش فقط هتبقى هتلقي فيها جميع الاستفسارات الخاصة بالكورس بالكامل ان شاء الله والاسبوع رقم 13 هيبقى فيه ان شاء الله الاختبارات النهائية هيبقى من يوم 2-9 لغاية 9-9 دي بداية الاختبارات ونهايتها يوم 9-9 ان شاء الله 2023 بالنسبة للمحاضرة هتبقى مسجلة بالشكل وهيترفع بإذن الله على المنصة الخاصة بالجمعة وحلقة النقاش هتبقى live بإذن الله وموعد الحلقة النقاش الخاصة بكورس linux هتبقى يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة 7-8 مساء بإذن الله ده بالنسبة ده بالنسبة للمخطط التفصيلي للسمستر بالكامل ان شاء الله وبالأخص لكورس linux system administration 1 بالنسبة بالنسبة للتقويم الأكاديمي المايل stones أو التواريخ الأساسية بالنسبة لنا بداية الفصل بإذن الله 3-6 ده الإسبوع الأول آخر موعد للاعتزار عن الموعد الفصل الدراسي وعن المقرر عموما يوم 3-7 شهر من بداية الترن أو من بداية الفصل الدراسي ثم بداية الاختباط النهائية 2-9 وهتنتهي إن شاء الله 9-9 2023 ده بالنسبة للتقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الثاني بالنسبة لل reference اللي احنا نشتغل منه وده بإذن الله يبقى معنا بعد كده من المحاضرات القادمة من المحاضرة القادمة بإذن الله ده هنبدأ نشتغل من ريد هات سيستم administration 1 RH 124 وده بالفعل أو الخاص الخاص بالكورس وبإذن الله هنتعلم من المحاضرة القادمة بإذن الله إزاي نتعامل مع الخاص بريد هات إزاي نسجل فيه بالتفصيل إزاي نتعامل مع إزاي نبدأ نتعامل مع الخاص بريد هات عشان دي من الأشياء اللي هتبقى مهمة جدا والتسكس المطلوبة مننا اللي إحنا نبدأ نتعامل ونسجل في Red Hat بورتل وده بإذن الله هنبدأ نناقشه في المحاضلات القادمة بإذن الله فبكده فبكده احنا خدنا overview سريعا إيه هو المحتوى الخاص بالكورس وخدنا كورس overview سريعا عرفنا بس احنا هنشتغل إيه بالظبط أو هنشتغل في موضوع إيه وبرضو خدنا بعض السامري عن الكورس كونتينتس أيضا وخدنا المخطط الزمني الخاص بالترمي بالكامل وخدنا التقويم الأكاديمي أو التواريخ المهمة عندنا اللي هو بداية الترم ونهاية أو آخر موعد للاعتذار ثم بداية الاختبارات النهائية ونهاية الاختبارات النهائية ودي التواريخ اللي بالنسبة لنا مهمة جدا بالنسبة للدرجات وأعمال السنة وبالنسبة للدرجات برضو أيضا الحضور والكويزز دي هنبدأ نتناقش فيها من المرة القادمة بإذن الله هنعرف التفاصيل إزاي نبردو نرجستر في ريد هات بورتر وهنتعلم مع بعض إن شاء الله من الإسبوع القادم من المحاضرة القادمة البداية الشغل على اللينكس بإذن الله وهنعرف برضو السورس اللي احنا محتاجينها وإيه التفاصيل الخاصة بالكورس أو تكنيكال بوينتز الخاصة بالكورس وزي ما اتفقنا هيبقى فيه في كل إسبوع إن شاء الله محاضرة ثم حلقة نقاش في نهاية الإسبوع بإذن الله وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته